في ظل ظروف إنسانية قاسية وضمن الأخبار الواردة بما يتعلق بجبهة لبنان نشاهد وإياكم هذه الصور التي وصلت إلينا والتي تؤشر إلى تصاعد أعمدة الدخان نتيجة الغارات الإسرائيلية والاستدفات في ضاحية بيروت الجنوبية كما نشاهد الآن إذن تكرار لهذا المشهد الذي يوضح تلك الاسدفات الإسرائيلية بغارات الطائرات على الضاحية الجنوبية كما نشاهد الآن أعمدة الدخان إذن تتصاعد في سماء العاصمة بيروت وأيضا ذلك يتزامن بطبيعة الحال مع العمليات أو ما يجري من مشاهد عسكرية مكثفة في الجنوب اللبناني كنا أيضا قد نقلنا أن تلك الغارات كانت قد استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية كانت هناك مجموعة من الغارات العنيفة غير المسبوقة صباحا هذا اليوم تحدثت التقارير الإعلامية أنها نهزت ثلاثين غارة في وقتها خلال 24 ساعة هذه الغارات استهدفت إذن ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت أحياء بيروت الملاصقة وأيضا كان الجيش الإسرائيلي وعلى لسان متحدثه للإعلام العربي أنفخاي أدرعي قد أشار إلى الإخلاء وتحديدا لسكان منطقتين الشويفات العمروسية والغبيري أيضا أيضا نشاهد الآن غارة جديدة غارة إسرائيلية جديدة بعد التحذيرات الإسرائيلية التي كانت قد وجهت تعليمات بالإخلاء كما ذكرنا قبل قليل على لسان أفخاي أدرعي على حسابه على منصة إكس وذلك لسكان الإغبيري إضافة للتعليمات السابقة لسكان منطقة الشويفات العمروسية إذن ما زالت هذه الضربات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية إذن تستهدف الضاحية الجنوبية نحن بطبيعة الحال نتحدث هنا عن إخلاء كبير جدا بطبيعة الحال نتحدث كذلك عن نزوح لأعداد كبيرة من اللبنانيين خاصة طبعا مع تكفيف التعليمات الإسرائيلية والتي ترد تكرارا على لسان الجيش الإسرائيلي بإخلاء مجموعة من المناطق كان آخرها العمروسية أو الشويفات العمروسية والإغبيري بالتعليق أيضا على هذه الصور لا ننسى بطبيعة الحال ما يحدث في الجنوب اللبناني المواجهات البرية بطبيعة الحال بين إسرائيل وحزب الله التي كانت قد بدأت منذ ساعات الفجر الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث عن مرحلة ثانية وقال أو بحسب ما رشح بأنها تستهدف لربما الأماكن والمناطق والمواقع العسكرية لحزب الله وذلك من ثلاثة محاور هناك الشرقي والأوسط والغربي السورة تتحدث إذن عن نفسها الآن كيف أصبحت هذه المشاهد متكررة بما تحمله من ملامح عسكرية مكثفة وعنيفة غرات إسرائيلية تستهدف إذن هذه البنايات أو هذه المنطقة منطقة الضاحية الجنوبية في متابعة للنهج الإسرائيلي هناك وليس غيابا بطبيعة الحال عن تزامن المسار السياسي التفاوضي الذي لم يكشف عن نتائج ملموسة حتى هذه اللحظة رغم التقارير الإعلامية التي تتحدث عن زيارة هوكشتاين بما يبنى على القرار 17.01 وإن تخلل ذلك أيضا اتفاقات جانبية لم يفصح عنها بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي تقضي إلى حرية تدخل الجيش الإسرائيلي في لبنان متى شعرت إسرائيل بذلك وهو أيضا ما يفرز وينتج تصورا واضحا عند حزب الله بعدم القبول أو الرفض القاطع لمثل ذلك قد يبدو القرار 17.01 الأرضية المناسبة أو الأرضية الحقيقية التي يريد حزب الله أن يبني إنهاء لهذه الحرب وفقا لمندرجاته معي مباشرة من مشارف ضاحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر